اشتركوا في القناة من أستاذ الأهلي أكيد النهاردة يوم جديد بالنسبة لكل الأهلوية كل محبي النادي الأهلي نحن حاليا في التوقيت الحالي رئيس النادي هو الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب أسطورة طبعا سواء بقى فيه كرة القدم أو حتى فيه الأخلاق سواء بقى في الملعب أو بره الملعب كل جماهير النادي الأهلي بيحبوه في شكل كبير عشان كده وإحنا بنتكلم وبنقول مبروك عهد جديد للنادي الأهلي أربع سنين قادمة إن شاء الله كل الأحلام اللي موجودة في أزهان الأهلوية وكل الأحلام اللي بيتمنها كل الأهلوية من خلال طبعا تواجد نجمة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب فيه رئاسة النادي الأهلي أعتقد إن شاء الله تتحقق بشكل كبير من خلال تواجده من خلال قيمة اكتملت بشكل كبير من خلال طبعا وجودهم كقيمة كاملة ونجحت إنها أمبارح وزي ما احنا شوفنا أمبارح انتخابات النادي الأهلي كانت ماشية في شكل كبير جدا ولكن زي ما بقولكو كابت المحمود الخطيب هو أسطورة داخل الملعب وخارج الملعب بنتمنى له طبعا كل التوفيق هو وكل مجلس الإدارة الجديد بنتمنى عهد جديد للأهلي مزدهر كالعادة ومليء بالنجاحات والإنجازات في كل الجوانب في كل الألعاب ده اللي احنا نتمنى إن شاء الله سواء طير يد كرة قدم إنشاءات استكمالا طبعا لكل ما حدث فيه النادي الأهلي فيه التاريخ الطويل منذ انشاء النادي الأهلي llaw 77 حتى الآن كل رؤساء النادي الأهلي حتى المهندس محمود طير طبعا بنقوله كل الشكر والاحترام لما قدمته للنادي الأهلي في المرحلة السابقة وأكيد كانت محمود الخطيب من خلال المرحلة السابقة وأول كلمة انه شكر المهندس محمود طير رئيس النادي الأهلي السابق على مجهوداته في الفترة السابقة لكن طبعا زي ما نقول كابتن محمود الخطيب نجم كبير مين ما بيحبش بيبه وهي دي النقطة اللي احنا دايما بنتكلم فيها أو كل لعبة الكرة وكل الناس سواء بقى هنا في مصر في الوطن العربي كل نجوم كرة القدم في الوطن العربي وفي مصر كلهم بيحبوا هذا الشخص الموهوب هذا اللعب الموهوب هذا اللعب الأخلاقه دائما موجودة دايما بصبرار فيه أحسن حال هو ده اللي احنا دايما بنقول عليه دايما كابتن محمود الخطيب نجم مصر ونجم النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم اللعب الوحيد حتى الآن الذي حصل على الكرة الزهبية في أفريقيا من مصر فبالتالي حتى الآن هو نجم من نجوم مصر فوق العادة يا رب كل التوفيق للمجلس بشكل كبير هو ده اللي احنا نتمنىه أحلام كتير بنشوفها من خلال كل الأهلوية ومن خلال الجميع العمومية اللي حضرت مبارح وكانت موجودة بشكل مكسف وده كله عشان خطر الكائن الكبير كله ده عشان خطر النادي الأهلي أكيد المرحلة الجاية صعبة وفيها أحلام كتير لازم إن شاء الله تتحق زي ما أقول لكم برح كان فيه يوم حاشد ويوم جميل جدا استمتعنا به من خلال تخطيع هنا في خناة الأهلي وأيضا من خلال الجميع العمومية الجميلة اللي كانت موجودة برح لجوم من كل مكان أيضا كل نجوم النادي الأهلي كانوا متواجدين أمس في النادي كل حاجة كانت ماشية بشكل مميز جدا داخل النادي بسهولة وبسلاسة الأضاء الجميع العمومية الأمور كانت سهلة وبسيطة المرشحين مع بعضهم كانت الأمور سهلة وبسيطة كل ده اللي احنا كنا شفناه هو ده النادي الأهلي هو ده الكيان الكبير كيان العظيم كل الأمور مشت بشكل سليم وجميل هو ده اللي احنا تعودنا عليه فعلا زي ما بلوقت محمود الخطيب حصل على مقعد رئاسة النادي برصيد عشرين الف تسعمية ستة وخمسين صوت وراء طبعا القيمة كاملة زي ما بقولت لحضراتكم سيد الوزير السابق العمري فاروق نائبا وحصل على تسعتاشر الف تسعمية تلاتة وعشر صوت وأستاذ خالد الدرندالي أمينا للصندوق وحصل على واحد وعشر الف تبنمية سبعة وخمسين صوت وأستاذ خالد مرتاجي عضو وحصل على اتنين وعشر الف تسعمية واثناشر صوت أستاذ محمد الدماطي عضوا وحصل على واحد وعشر الف ربعمية ويحداشر صوت كابتن راني علواني عضو وحصل على واحد وعشر الف وسبعتاشر الف صوت أيضا سيد إبراهيم الكفروي عضوا وحصل على واحد وعشر الف وسبعة صوت سستاري أنديل عضوا وحصل على تسعتاشر الف ستمية واربعين صوت كابتن جوهر نبيل عضو وحصل على تمنتاشر الف سبعمية وستين صوت سيد محمد الجرحي عضو تحت السن وحصل على عشر سبعمية تلاتة وتمانين الف صوت سيد محمد سراج الدين عضو تحت السن وحصل على 19.658 صوت أيضا كابتن مهند مجدي أو دكتور مهند مجدي عضو تحت السن وحصل على 19.222 صوت ده يعني حصيلة الأصوات الخاصة بقيمة محمود الخطيب اللي نجحت بالكامل طبعا كان بيرقص لجنة الانتخابات أمس المستشار أحمد مرسي لقيس اللجنة العليا للانتخابات النادي الأهلي وعلى النتيجة بفوز كابتن محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي وقائمته بالكامل أمس وكان يوم جميل بالنسبة لكل أهلوية وفرحة زي ما احنا شفنا كده على سوشال ميديا وكل وسائل إعلام كلهم سعى حصول كابتن محمود الخطيب على مقعد الرئاسة ومعهم طبعا كل أعضاء مجلس الإدارة وكانه طبعا هو قيمة وحدة بالنسبة لكابتن محمود الخطيب أيضا المهندس محمود طاهر بيوهنق مجلس إدارة الأهلي الجديد وحرس المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد برئاسة كابتن محمود الخطيب عقب فوزه في انتخابات القلعة الحمراء والتي انتهت صباح اليوم وكاتب طاهر عبد صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر السيد رئيس وعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي نهنئكم بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي متمنيا لكم التوفيق وأداء رسالتكم اتجاه نادينا الحبيب المهندس محمود طاهر طبعا حاجة محترمة هو ده اللي احنا بنتكلم عليه من زمان أو أنا شخصيا ممكن أكون باتكلم عليه من زمان إن احنا أولاد النادي فيه واحد بيعمل شغله ويجي لتاني يكمله طبعا اتنين مبارح وإحنا بنتكلم وطبعا كان فيه تخطية كبيرة أنا كنت بتشرف نادة بغطية أنا كنت شوفها بمنا وكنا بنتكلم إن احنا فعلا محتاجين كل محب أحباء النادي الأهلي كل محبين النادي اللي يتكتفوا وراء كابتن محمود الخطيف في الفترة اللي جاية عشان نحق أحلمنا لغاية لما نوصل إن شاء الله نحنا نبني فرعنا الخامس عندنا بطولات داخلين فيها من خلال كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى ألعاب فردية عندنا استاد الأهلي وحلمنا وحلم جمهير الأهلي لهذا الاستاد إن شاء الله يكون موجود في القريب العاجل الأكيد ده حاجات كتيرة وملفات كتيرة إن شاء الله كابتن محمود وهو بيتكلم عليها ولكن طبعا كل ده وإحنا في ظهره هو ده الأهم إحنا كنا في فترة من الفترات كنا وراء الفريق مرتاجي وراء كابتن صالح سليم وراء كابتن حسن حمدي وراء كابتن المهندس محمود طاهر وأيضا مع كابتن محمود الخطيب والقايمة الخاصة به إن شاء الله وعضاء مجلس إدارة هو ده اللي إحنا دايما متعودين علينا مع النادي الأهلي لكن أكيد في الفترة فاتت كلام كتير إحنا مناش دعوة به إحنا بنفكر دايما في مستقبلنا ومستقبلنا دينا إحنا مبارح دينا شكل عالي جدا شكل فعلا راقي للديمقراطية وللجمعية العمومية الخاصة بتاعتنا الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي حاجة محترمة جدا فعلا مبارح كانت انتخابات النادي الأهلي ويا رب إن شاء الله نفضل كده على طول نتكاتف في الوقت الحالي ونتكاتف مع بعض عشان ندينا الحبيب إن شاء الله يفضل دايما في المقدمة زي ما بقول لكم دائما الأهلي فوق جميع وهو ده شعارنا شعار أبنائه الأهلي فوق جميع أبنائه اللي اتربوا من خلال جدرانه وعارفين يعني إيه مبادئ النادي الأهلي مبادئ النادي الأهلي معروفة لدى أبنائه ومعروفة كتير أو بنوصلها من خلال أجيال لأجيال هو ده اللي احنا اتربنا عليه وأكيد من خلال نجم كبير زي كانت محمود الخطيب عارف هذه الجزئية بشكل كبير أكيد هي لسخها بشكل أكبر هيكملها بشكل أكبر أكيد إحنا وراه وحنستمتع كمان بإقدارته للنادي في الفترة القادمة زي ما هو كان مهوف في الملعب أكيد مهوف في الفترة القادمة في إدارة نادينا الحبيب زي ما احنا شايفين مبارح كان يوم رائع لدى الجمعية المومية كان حتى اللي كان رايح بينتخب المؤنس معمود الخطيب كلهم أصدقاء كلهم مع بعض كلهم الأمور كان فيها ود بشكل كبير عشان بس إحنا مزي ممكن نقول أندية تانية إحنا فعلا نادي الأهلي ده جماعة نادي يحترم نادي فعلا زي ما قولت صباق في كل شيء أعضاء جماعيتهم مبارح كانت أعضاء جماعيتهم كانت حاجة محترمة جدا للي عاش هذه اللحظات حاجة جميلة جدا ده المنظر فعلا رائع لنادينا حتى مكانه رائع شكله رائع مقر الجزيرة ده حاجة محترمة شوفنا نجون كتير مباركة تنقى من شوي كابتن محمد رمضان المهندس حالي اللقاء كان موجود أستاذ أبريم منيسي قدامنا كتير من الناس اللي كانوا موجودين ومحبين للنادي الأهلي شخصيات رفعة الاسم في الوطن أكيد بيحبوا هذا النادي وأعضاء لهذا النادي متواجدين في النادي أمس وأكيد زي ما بنتكلم دايما النادي دايما النادي الأهلي كل حاجة حلوة بتبتدي من عنده إحنا إن شاء الله الأول في كل حاجة الأول في أفريقيا الأول العربية إن شاء الله دايما باستمرار نادي القرن نادي الأكثر تتويجا إن شاء الله هنبقى موجودين بقوة في الفترة القادمة زي قال كابتن محمود الخطيب ده اللي إحنا نتمنى من خلال الفترة القادمة من طبعا مجلس دارة النادي الأهلي الجديد كابتن محمود الخطيب وقيمته بالكامل يا رب كل التوفيق زي ما بقول لحضراتكم انتخابات انتهت أمس وأعلنت النتيجة في الساعات الأولى من الصباح أكيد أول اجتماع لمجلس دارة النادي الأهلي الجديد هيكون فيه خلال أيام من خلال طبعا اعتماد نتيجة الانتخابات من خلال اللجنة الأولمبية والخطاب اللجنة الأولمبية إن شاء الله هيكون مبعود بكرة للجنة الأولمبية وتعتمدوا وهي تم طبعا أولى جلسات مجلس دارة النادي الأهلي الجديد خلال أيام ده شكل رائع لبلدنا ومصر والنادي الأهلي في هذا التوقيت وكان مبارح فعلا عرص انتخابي للنادي الأهلي بشكل كبير استمتعنا بيه من خلال قناة الأهلي هنا وإحنا نغطيها بشكل مميز جدا 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 نتمنى إن شاء الله أن الأمور خلاص انتخابات انتهت في عمل شاق إن شاء الله لمجلس دارة هيبقى متواجد عمل شاق لنا كلنا كأبناء النادي الأهلي نبقى متواجدين في كل مكان هيكون مجلس دارة بيختار كل الناس أو أبناء أو كل الخطة القادمة بالنسبة لهم كل واحد في مكانه بيقره كل واحد في مكانه بيقدي عمله وما فيش حد بيهرب من المسئولية كل واحد عارف شغله ومكانه في النادي وإن شاء الله كل واحد يؤدي دوره بالشكل المناسب والكبير إن شاء الله بأمر الله خليني بقى روح لفريقنا فريق النادي أهلي أكيد بداية أيضا مميزة من خلال عهد جديد في كرة القادمة بقى كابتان حمود خطيب هو رئيس النادي طبعا أكثر واحد علما بالكرة فبالتالي إن شاء الله كل اللاعبين كلهم حماس إحنا عندنا المباراة القادمة إن شاء الله في الأسبوع الـ 12 أمام MP مباراة صعبة مباراة إحنا نتمنى طبعا الحصول على ثلاث نقاط مباراة الأخيرة أمام المصري الثلاث نقاط دي فرق ومعانا كتير لوصلنا طبعا في مراكز متقدمة في الجدول الدوري الممتاز أكيد إحنا وإحنا بنتكلم في المباراة الأخيرة كانت منافس عنيد المصري دائما منافس عنيد خصوصا في السنتين اللي فاتوا لكن هذه الثلاث نقاط بيوصلوك للمركز الثالث برصيد اشتركوا في القناة